طيب أبو عبد العزيز أنا سمعت كثير من الأراحة والقضية في ناس تقول لك والله هذا فيه يعني رغبة اللاعب في هذا الموضوع هي اللي طغت في القضية في ناس بتقول لك لا والله هذا اللاعب أخلف في الوعود والعقود وراح كذا للنصر وخلص الموضوع أنت تعرف اليوم أن اتحاد كرة القدم في وضع ما يحتاج أقول لك يعني في وضع محرج لما يكون عندك هلال ونصر وجمهور وإعلام قضية حساسة كثير يعني إذا أنت تبغى تواهق أي واحد أعطى قضية فيها هلال ونصر وجلس تفرج عليه وبالذات اللي بينظرون لها كانوا عملوا فينا هذا الهلال سابقا بالذات اللي بينظرون لها إيش اللي بينظرون القضية رئيس لجنة احتراف أو إدارة الاحتراف طارق تواجري رئيس اللجنة الانضباط أعتقد برضو كان محامي نادي الهلال فالكلام هذا اللغط اللي قاعد يصير أنا وجهة نظري أنه أنظمة هي لها تتطبق بعيد عن الميول يعني أنا أثق في هذا بالذات الطارق تواجري أنا المحامي نادي الهلال ما أعرفك من جانب شخصي لكن مهندس طارق شوي تواجري أنا احتكيت فيه كثير حتى أثناء ما كان هو رئيس نادي الهلال أعرف أنه شخص إداري مميز زي ما قال محمد قبل شوي وما أعتقد أنه حيكون له تأثير الميول صحيح حتى لو كان بعض الجماهير كانت تتكلم الإعلاميين على بعض التغريدات وأنا واحد منهم اليوم غرت على التغريدة كانت عجيبة استغررتها من طارق أنه طلعت منه بالنسبة للدخلين اللي هي هو عبدالعزيز هي بعيدة عن الموضوع أنه إذا أنت ما تشجع نادي الهلال عندك ما اسمه يجب أنك تراجع وطنيتك ومواطنتك أو شيء زي كده فأنا ضد أنك تربط مواطنتي في تشجيع نادي كنت هو في منافسات دورية بطلاسيو في أي مكان أسوان دولية أو لا أنا لا تربط مواطنتي أو أنا حقيقي في المواطنة غريدة في القريب أعتقد سدني كانت 14 أنا والله ما أتذكر والله ما لم تذكر اليوم أطلعت عليها بصراحة أرسلي واحد من الزملاء الإعلاميين كنت ناقش في الموضوع الشاهد أنه أنا بالنسبة للموضوع أنا أنظر له من شقين الشق الأول الإعلامي كلنا أصبحنا مفتين وكلنا خبراء قانونيين جميعنا بلا استثناء كل واحد يفتي وأصحاب القضية والمطلعين على بنود وأفضاء وعلى أسرارها وقريبين منها ما يتكلمون ما قالوا ولا كلمة لأنه مو من صالح أحد منهم يتكلم اليوم طرع الناس روجت بأنه النصر توسط كبار الشخصيات عشان الهلال يتنازع عن القضية الوسط الآخرين قالوا العكس أن الهلال يتوسط وأنه بيحل الموضوع ودي الموضوع صراحة أنا وجهة نظري بما أنه نظر عن طريق جهة رسمية وذات اختصاص خلينا نحن نصبر ونشوف أغلب المحامين المتخصصين قالوا رأيهم وكان رأيهم واضح وصريح وأعتقد هو الموضوع ما يكون اللي هو ست شهور اللي هو إذا كان إذا كان عوض خميس أخل بهذا عقد نادي الهلال هيتغرم تهتمية ألف ريال ورجع كامل المبلغ ويتوقف ست شهور ومع حقية نادي الهلال بتعويض للفترة السابقة أو فترة العقد كاملة نادي النصر لن تطالوا أي عقوبة لأنه لم يوقع مع اللاعب أو يتفاوض مع اللاعب أثناء الفترة المحرمة اللي هي تبدأ من بداية تاريخ عقد نادي الهلال توثيق الهلال في لجنة الاحتراف لا يعني إدراج اللاعب ضمن كشفات نادي الهلال لأنه ما زال إلى الآن ضمن كشفات نادي النصر اللاعب يبدأ يصبح في المنطقة المحرمة ولا يجيء يحقق لك المفاوضة معه أو إغراه أو حتى ما يسمونه المتحريش يسمونه في مصطلح قانوني أنه إذا اللاعب دخل في هذه الفترة لا يجوز لك نهائيا أنه أنت تقدم له أي عرض أو تتفاوض معه بأي شكل من أشكال أما بالنسبة للهلال الهلال عنده نقطة رئيسية بأنه تجاوز الشرط بأنه لا يتعدى قيمة عقد اللاعب في السنة مليونين واربعمية حسب النظام والقوانين التي تنص على هذا الشيء في حال تجاوزوا لهذا الشيء يعرض النادي للعقوبة فيقاف عنه لمدة سنتين الآخرين طلعوا بمبالغ كثيرة وعقوبات ومدريش وإن النصر سيتوقف أشياء كثيرة أنا رأيي أنه أنه لو نترك مشكلتنا نتخصص سواء الجانب الجانب الفنية نحن متخصصين فيها الجانب القانونية نحن متخصصين فيها شرعية نفس الشيء كل يفتي بعيشياء والآخر شيء نطلحنا كلامنا كله غلط نحن شفناها في احتجاج حق نادي الهلال ضد نادي الأهل الإماراتي وكل الناس أفتت حتى أنه ناس احتفلت نادي الهلال خلاص يجتاز هذه المبارات ولكن في الأخير طلع قرار مخارف قدية لما نروج في الإعلام نعم نعم صحيح النقطة الثانية اللي هي اللي يقول لك أنه عاوض خميس ما احترم عقده ممتاز عاوض خميس ما احترم عقده أوكي ولكن هل هو الوحيد هل هو الوحيد اللي ما احترم عقده ولا هل احترم الأنظمة إذن أندي نفسها ما قاعد تحترم الأنظمة وقاعد تتعاقت مع اللاعبين بمبالغ يعني تفوق اللي ينص عليها القانون فأنا كلاعب يبقاعد يشوفك أنت كإدارات ما قاعد تتلتزم بالأنظمة كيف نلتزم بالأنظمة وليس هو الحالة الأولى احنا على تعتقد أن هذا الكلام ممكن يكون مقنع لا لا أنا مش مقتنع أشوف هو غلطان إذا ما تقولك أنه عاوض خميس غلط أنا وجهة نظر يعني أنا لو أنا لاعب كرة قدم أقول اشتخلني في إدارات الأندية والوضع اللي هي فيه أنا عليه فايت أنا في النهاية فايت بس أنا في أتي وينها ورحلة في شوف في أمور صارت خلت عاوض خميس يغير رأيه احنا ما نعرف إش هي يعرفها القليبين الصامتين اللي ما قالوا أي شيء ممكن ما يعرفها لا لا بس هو ليتخذ القرار في النهاية أوكي هو اتخذ القرار أنه فجأة ما يبغى الهلال واحد للنصر ممكن لعوامل معينة هو اتخذ القرار ما يعرفها لا هو يعني ممكن إدارة ناد النصر وإدارة ناد الهلال ممكن أعتقد بعد ما تنجل الأمور وينحكم في الموضوع ممكن تبالك حقيقة أو تفاصيل كثيرة مقدة تبان قد تنحل زي ما يروج الآن أنه كل واحد يصلح سيارته على حسب المصطلح اللي عندنا أنه تحل وديا بأنه ممكن تنحل وديا ليش لا صعب مع الضغوط الإعلامي والجماهيرية على إدارة الهلال والنصر صعب خصوصا إدارة اللا اللي بيقولت ضيعته حقوق النادي بس ما توقف سنتين صعب أن توقف سنتين بعد أن ما تعاقد مع أحد صعب جدا نادي الهلال لما يتوقف سنتين لا يقدر يتعاقد مع أي لاعب مشكلة على نادي الهلال فأنت بالنسبة لك نضعفت راضيات قاعد يقول لك نحن كله نسمع ونخمن ونقول لأن الفعل والحقيقة أصحابها ما صرحوا بها حتى الآن خليني أروح لأبو عبد الله اليوم القضية على طاورة اتحاد كرة القدم تحديدا على طاولة إدارة الاحتراف قضية ما رح أقول شائكة أقول شب شائكة باعتبار يعني أنه القرار النهائي ما رح يقنع الكثير من الجماهير ولا حتى ممكن المسؤولين في الأندية أنا شخصيا ما أشوف أن القضية شائكة خصوصا بعد تجربة سعيد المولد الأمر الآخر هناك درجات تقاضي اليوم تختلف عن الفترة الماضية يعني بإمكان الهلال حينما يجد نفسه متضرر من حكم لجنة الاحتراف أو النصر أن يذهب إلى الاستئناف وإن لم يرتضي أيضا قرار لجنة الاستئناف بإمكانه أن يذهب إلى مركز تحكيم الرياضي في السابق كانت آخر درجات تقاضي هي لجنة الاستئناف لا يقبل الاتحاد السعودي كما حدث في قضية سعيد المولد كما حدث في قضية ناد الخليج في احتجاجه على اللاعب علي البليهي مع ناد الفتح انتهت عند لجنة الاستئناف حينما أرادوا أن يصعدوا الموضوع إلى محكمة كاس اصطدموا بأن الاتحاد السعودي لم يقبل بالتقاضي عند محكمة كاس اليوم الأمر مختلف ملزم أطراف القضية بأن يتحاكم عند مركز التحكيم الرياضي كآخر درجة تقاضي وبالتالي هذا سيريح الطرفين عن أي جدال وعن دخول في مصادمات وعن أي دخول في رفض قرار الاتحاد السعودي أو اعتقاد أنه مستهدف للا عندك مركز التحكيم الرياضي يفترض مركز محايد لا علاقة له بمكونات اللعبة داخل الاتحاد السعودي من جهة أخرى الأخى لتحدث عن الشيك بستة مليون أي إذا سلمنا خلينا نسلم أنه الشيك طلع باسم نادي الهلال رغم أنه هناك أيضا أقاويل بأنه باسم عضو شرف عضو شرف خلنا نسلم أنه باسم نادي الهلال أنا أمس كنت مع مدير احتراف أحد الأندية وهو من المدراء أصحاب الثقل في المنظومة الرياضية سألت من العقوبة المترتبة على تقديم مبلغ أكبر من مليونين واربعمائة قال ما في نص لأي عقوبة من هذا النوع واحد ثلاثين تقسيم اثنين أظن قال لي ما في نص في نص مادة ما تقول اسمع قول أبو عبدالله في نظام ما عليه نص والله هذا أنا سألت فيه قال لي ما في نص نعم القانون قرر مليونين واربعمائة لكن مترتبات زيادة العقب ما في نص والقانون معروف لا عقوبة بدون نص صحيح هذا إذا سلمنا وأنا أطلب من أخ خالد يبحث إذا في مادة لو نرجع أبو عبدالله حتى في مقابلة الرئيس السابق لنادي الأهلي مساعد زوهري تذكر لما تطلع في لقاء تلفزيوني أذكر لما تراجع قال أتفهم هذا الأمر يمكن أيضا أنا نقول لك الآن أنا سألت أنا ليس أمامي اللائحة سألت هل هناك عقوبة منصوصة على زيادة العقد عن 2 مليون واربعمائة قال لي ما في نص في نص يمنع ولكن ليس في نص يقرر عقوبة أنا أتمنى المتخصين أو الظليعين أو يبحثون وحتى حينما تحتاج يعني تخصص ولا ضلاعة في هذا القانون أبحث قد تجل أو لا تجل أنا أعتقد في نهاية المطاف حتى خالد وهو يعني يرى أنه الحديث في هذا الموضوع رغم عدم تحدث جوانب القضية لا الصحافة اللي استقصائية تفتح الباب لبحث عن مصادر عن استقراء اللائحة عن الإثيان بمتخصصين عن البناء على أراء المتخصصين سح مفتوح إعلاميا لتداول القضية أنا شخصيا لا أعلم أين سيتجه القرار سمعني يعني أنت الآن خالد يقول مثلا أنه في قانونيين يرون أن النصر سيكون بمنع العقوبة العقوبة معينة أربع شهور لللاعب ثلاثمائة ألف لكن أيضا في قانونيين واحد منهم خالد البابطين رئيس الجنة نظباط السابق يتحدث عن عقوبة حتى خالد براشد أنا في الحلقة الماضية لا أسمع أن خالد براشد يتحدث عن عقوبة على نادي النصر لا هو تحدث عن عقوبة على نادي النصر من أدري وبالتالي أنا أقول الموضوع يعني مفتوح على كل السيناريوهات في لجنة الاحتراف لكن أنا مطمئن أنه حتى مع عدم يعني حيكون الصخب إعلامي حيكون الصخب جماهيري لكن الناديين سيتقبلان القرار لأنهم يعرفون أن هناك درجات تقاضي أبعد من لجنة الاحتراف شوف أنا ما قلت أنه ليش أنه البرامج والصحافة أنه يستضيفون محامي متخصصين أنا أنا ما يضد هذا الشيء لكن ما قلت أجيب محامي جناية ومحامي اجتماعي ويفتي في هذا الشيء أنا أمس شبت أحد أحد البرامج كل الكلام اللي قاعد يقوله محامي ما احترامي له 90% من كلام اللي قالوا مو صحيح يتكلم عن عقود تجارية وليست عقود احتراف وليست عقود لاعبين يعني كان ردوده وضع مختلف لما تنظر لها كعقود تجارية نعم هذا مقفولة ولكن لا تنظر لها أنت من باب آخر في قوانين وأنظمة ماشية أنا سمعت محكم أجنبي أو بلصح هو عربي أو سنو ما جنسي أجنبي كان يتكلم في هذا الموضوع وهو اللي فند النقاط هذا في الشكل التالي لأنه نادي النصر لن يطال أي عقوبة لأن القضية بين عوض خميس والهلال مش من النصر النصر في حال أنه بدأ عقد الهلال في حال بدأ عقد الهلال وقته يطال العقوبة فكان السؤال له طيب الهلال وثق إذا كان الهلال وثق العقد حق عوض خميس قال حتى لو وثق في الاتحاد المحلي لا يعتبر من ضمن كشوفات النادي أنا قلت قبل شوية نعم عرفت هذا اللي أقصده في الأخير نتمنى أن نكون عندنا المتخصصين بالعكس نتمنى من القنوات أنه يختارون فعلا الناس المتخصصة اللي لها باع طويل في هذا المجال ليس كل محامي متخصص أو كل محامي ينفع يكون متخصص في هذا الموضوع اللي أنا أنتقده إحنا كإعلاميين لا يمكن أننا نظل للشارع الرياض ترى على فكرة المتلقي لم يقعد هلاك المتلقي اللي ممكن أنت تسمعه يعني صرصة حيانا المتلقي يرحك على بعض الإعلاميين نعم أنت أنت مصدر وحيد يعني أنا استقربت واحد من الإعلاميين أمس يقول عوض خميس عطل عشرين ثلاثين يا جماعة إمام مسجد قاعد يتكلم يقول لك على الموضوع عوض خميس يا جماعة يعني وصلنا إلى مرحلة يعني مؤبر زيادة خلينا خلينا من الموضوع يعني يعني يكيد أنه الأراءة هذه الشاطحة أراءة ما يخط فيها مكتوب في عقاض إمام مسجد في خطبة الجمعة يتكلم على الموضوع مع الأسف يا جماعة